سلام لكم ورحمة الله أعزاء المسلمين وأهلا وسهلا بباقي الجمهور الكريم تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الأخطاء النسخية التي ارتكبها النصاخ الأوائل في بداية تدوين القرآن أي في عصر الخليفة عثمان بن عفان وقلنا إن جميع مصاحف الأمصار أخذت عن مصحف الإمام وهي أي مصحف الإمام النسخة الأولى التي أصبحت نصاً قانونياً رسمياً للدولة في عهده خطها الصحابي المتمرس زيد بن ثابت برفقة مجموعة من مساعده وقلت متمرس لأنه يجيد ثلاث لغات العربية العبرية والسريانية حتى لقب بترجمان الرسول لبروزه في قراءة وكتابة هذه اللغات وهو أفضل حالاً بكثير من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب كما تقول الرواية الإسلامية فلو صحت هذه الرواية يمكن القول إن موضوع تدوين القرآن في الصطور كان أهم بكثير من حفظه في الصدور لأن التوثيق في وثيقة أهم من الاعتماد على الذاكرة لأن الإنسان من طبعه ميال للنسيان ولهذا لا نستغرب عندما يأمر القرآن المسلمين بتوثيق الأمور المادية من ديون وعقود وذلك في صورة البقرة الآية 282 فما بالكم بتدوين وتوثيق أقدس نص لدى المسلمين فالأمر لا يعتمد على الحفظ وإلا لا ترك المسلمون الأوائل القرآن دون تدوين معتمدين على الحفظ والذاكرة فاختيار زيد بن تابت على باقي الصحابة هو دليل قاطع على أهمية الرسم والتوثيق بالدرجة الأولى والحفظ والذاكرة في الدرجة الثانية ولكن نستغرب قول بعض الدعاة بالدعوة لاعتماد بالدرجة الأولى على الحفظ وإهمال المخطوط مما أدى لتأخير المسلمين في مجال دراسة المخطوطات تكون الريادة بذلك للمستشرقين الغربيين في هذا المجال هذا الإهمال المبكر جعل علماء الإسلام لا يلاحظون أخطاء نسخية وقعت في النص القرآني وانتقلت عبر أجيال من القراء والحفظ إلى أن وصلت إلينا إلا أن الجيل الأول من المسلمين لم يصمتوا على وجود أخطاء سهو ونسيان ارتكبتها أيدي الكتبة والنصاخ في هذا الجيل نأخذ على سبيل المثال ثلاث نماذج من الأخطاء ذكرتها المراجع الإسلامية بوضوح كما أنكرها كبار الصحابة ولم يقرأوا بها على ما هي عليه في مصاحف الدولة أي بين قوسين في المصاحف التي بين أيدينا النموذج الأول في سورة الرعب للآية 31 أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا فكلمة ييأس قرأها كبار بعض الصحابة والقراء أمثال عزي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعاصم الجحدري ومجاهد وسعد بن جبير وابن كثير وابن عامر وغيرهم جميعا قرأوها أفلم يتبين وفسر بعظم المفسرين كلمة ييأس بمعنى بين قوسين يعلم وذلك بحسب رأيهم في لغة النخة إلا أن الكسائي كذب كل ما قال من قال بهذا القول حين قال ما وجدت العرب تقول يأست بمعنى علمت البتة وحسم ابن عباس الموقف بقوله كتب الكاتب كلمة ييأس بدلا من يتبين وهو ناعس فيبدو أن النصاخ أو الناسخ كان متعبا لدرجة أنه كان يغفو وقت التدوين النموذج تاني في سورة الإسراء الآية 23 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا كلمة وَقَضَى قرأها كبار بعض الصحابة والقراء وَوَصَّى كأمثال أبي بن كعب وعن قاتادة أنها كانت وَوَصَّى في مصحف عبد الله بن مسعود وكذلك قرأها ابن عباس والضحاك بن مزاحم وقد علل ابن عباس قراءته بالقول إن أصل الكلمة بين قوسين وَوَصَّى فالتسقت الواو الثانية بما بعدها أي بالصاد فصارت وقضى في أيام التنقيد ولحسم قراءة وَوَصَّى يقول ابن عباس ولو كان على القضاء أي بين قوسين وقضاء ما عصى الله أحدا قط لأن قضاء الله منتنع وهذا الطرح يوافقه ما جاء في سورة البقرة الآية 117 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذن لو قضى الله ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا لما وجدنا كافرا بالله ولا عاقا للوالدين لكن الموضوع يفيد الوصية وليس القضاء وذلك بوضوح في سورة الأحقاف الآية 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا إلى آخره إنها واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء فرغم هذا الوضوح نجد بعض علماء الإسلام أمثال الرازي يقول وأعلم أن هذا القول أي بين القوسين إلصاق الواو بالصاد بعيد جدا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تترق إلى القرآن ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه طعن عظيم في الدين إذن الأمر لا يقاس بمقياس الصح والخطأ وإنما ما يهم عند الفقهاء هو توفير الأمان لمصداقية القرآن وعدم طعن في الدين ولهذا السبب فإن القول بوجود أخطاء في القرآن من باب السهو والنسيان أمر غير مقبول عند علماء الإسلام النموذج الثالث جاء في سورة النور الآية 27 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فكلمة تستأنسوا قرأها بعض كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس تستأذنوا وأجمع المفسرون على أن كلمة تستأنسوا تعني تستأذنوا ولمحاولة تبرير قراءة تستأنسوا يقول الفراء هذا مقدم ومؤخر إنما هو حتى تسلموا وتستأنسوا السلام عليكم أأدخل وهذا التبرير لا يقف على أرضية صلبة فالقول السلام عليكم أأدخل هو من باب الاستئدان وليس الاستئناس ولحسن الموضوع قال ابن عباس إنما هي خطأ من الكتاب بكل بساطة فقول ابن عباس في النموذج الثالث من الأخطاء النسخية التي ارتكبها النصاخ باعتراف بعض كبار الصحابة تفيد أن النصاخ الأوائل كانوا أناس يتعبون ويسهون مثل باقي البشر مما يجعلهم يقعون في مثل هذه الأخطاء لكن حراس العقيدة منذ البدايات الأولى لا يهمهم الوقوع في الخطأ بقدر ما يهمهم مصداقية النص القرآني كما رأينا في قول الرازي فرغم هذه الأخطاء النسخية لا زال الكثير من الدعاة ورجال الدين ينكرون بشدة وجود أخطاء في القرآن ودفع الحرج والمعضلة التي قد تسببه مثل هذه الأخطاء بالطعن في عصمة القرآن نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة